أتحدث مع حضرتك عن اعتماد تركيا على روسيا فيما يتعلق بمصادر الطاقة وتوطيد العلاقات إذن الأمر يتعلق أيضاً هل يتعلق أيضاً بذلك فقط أم أيضاً بفشل دخول تركيا للاتحاد الأوروبي في عهد أردوغان وبالتالي معسكر الشرق يعد هو الرابح دعينا نقول بأن التوجه التركي الأوراسي أو نحو الشرق ليس مرتبطاً بعهد الرئيس أردوغان وإنما يعود إلى عهد عدنان مندرس عدنان مندرس الذي أسس الحزب الديمقراطي وخاض أول انتخابات تعددية في تاريخ تركيا عام 1950 وحقق مفاجأة بالفوز في هذه الانتخابات على حزب الشعب الجمهوري الحاكم الذي أسسه أتاتورك وشكل الحكومة عدنان مندرس بدأ التواصل مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وربما اعتبر هذا الأمر ضوءاً أخضر من قبل الولايات المتحدة للجيش التركي من أجل الانقلاب على عدنان مندرس عام 1960 ثم إعدامه بعد ذلك جاء قادة أتراك آخرون كان من أبرزهم ترجوت أوزال وصولاً إلى نجب الدين أربكان كان لهؤلاء توجهات أوراسية والتركيز على عدم الاعتماد كلياً على الخيار الغربي لتركيا ممثلاً في النيتو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية كان هناك اتجاه تركي دائماً يرى أن مجد تركيا لن يتحقق بالتبعية للغرب وإنما من خلال البحث عن النفوذ التركي في الدول الناطقة بالتركية وهي ست دول موجودة في وسط أسيا وبإيجاد علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا بعد ذلك باعتبارها دولة جوار جيوسياسي مهمة بالنسبة لتركيا وهي غنية بمصادر الطاقة وبالمنتجات الزراعية ويمكن أن يكون هناك مجال للتعاون بينها وبين تركيا أيضاً هناك توجه نحو الصين من قبل تركيا ودخلت تركيا في مبادرة الحزام والطريق ومن ثم هذا التوجه موجود لدى الأتراك كخيار بديل تركيا تريد أن تنوع خياراتها الاستراتيجية ولا تبدو أمام الغرب كما لو كانت تعتمد عليه كلياً وأنها مفلسة استراتيجياً وليس لديها أي بديل أو خيار آخر غير الغرب الرئيس أردوغان وجد في روسيا والرئيس بوتين داعماً قوياً في مجال الطاقة تركيا تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز من الجانب الروسي بأسعار مميزة بالمناسبة ومخفضة وهناك خطوط أنابيب تقوم بنقل الغاز بسهولة ويسر وبأقل تكلفة وبأمان مطلق علاوة على ذلك هناك تعاون في الأنشطة الزراعية وفي مجال الاستثمارات والسياحة هناك تعاون سياحي مهم ليس فقط ما بين الدولتين وإنما تركيا تعتبر وسيط سياحي لأسائحين الروس إلى بعض دول الشرق الأوسط ومن بينها مصر على سبيل المثال يضاف إلى ذلك التعاون في مجال الطاقة النووية روسيا أنشأت محطة أوكويو النووية ذات الأربع مفاعلات وقبل أيام قلائل احتفل أردوغان بضخ الوقود النووي في أحد المفاعلات الأربع وقام بتسويق ذلك انتخابيا باعتباره يوفر مصادر الطاقة لتركيا الفقيرة إلى حد كبير في مصادر الطاقة المتنوعة في مجال التعاون التسليحي والدفاعي هناك تعاون مشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية وقامت تركيا بشراء منظومات تسليحية متطورة من روسيا أبرزها منظومات S-400 المضادة للصواريخ والطائرات فضلا عن ذلك هناك تعاون استخبارات المحاولة الإنقلابية الفاشلة في يوليو 2016 كانت الاستخبارات الروسية KGP أول من حذر الرئيس التركي من هذه المحاولة وساعده في التعاطي معها وإجهاضها لذلك يركز الرئيس التركي في علاقاته الخارجية مع الجانب الروسي ويعتبر روسيا شريكا ولا يعتبرها عدوا برغم العداء التاريخي والديني ما بين موسكو وأنقرة منذ ذمن العثمانيين أيضا تفضل طيب دكتور بشير يعني شعار المعارضة في هذه الانتخابات هو التغيير هل هذا ما يرغب فيه الناخب التركي يريد تغيير أوراق اللعبة داخليا وخارجيا بالمقارنة مع التوجهات أردوغان على المستوى السياسات الخارجية وحتى الداخلية الناخب التركي لدينا أكثر من 64 مليون ناخب تركي ليسوا جميعهم على قلب رجل واحد هناك شرائح على سبيل المثال حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي لديه كتلة تصويتية مصمطة ومغلقة تصل إلى 30% من الناخبين الأتراك مركزون في الأنضول والمناطق الريفية والمهمشة داخل تركيا هناك شريحة أخرى لا تؤيد الرئيس التركي بل تؤيد المعارضة وحزب الشعب الجمهوري وهذه الشريحة بالطبع ستوجه أصواتها نحو السيد كمالكي لشدار أغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة المعارض هناك 15% من الشعب التركي بالمناسبة شريحة كمالكي لشدار أغلو تتخطى 25% هناك شريحة 15% من المترددين أو نسميها الأصوات السائلة أو المتحركة أو الصامتة هؤلاء ليس لهم انتماء حزبي ليس لهم توجه إيديولوجي أو فكري محدد يتحكم في توجيه سلوكهم التصويتي ولم يقرروا حتى اللحظة الحالية حال تقصد فئة الشباب دكتور بشير لا لا الشباب فئة أخرى أنا أتحدث عن الفئة السائلة أو المتحركة أو التي ليس لها موقف سياسي وتضم كبار السن وتضم أيضا من الشباب وهذه الفئة ليست منتمية حزبيا وتنتظر إلى من يتجه النصر أو الفوز في الانتخابات أو صاحب الفرص الأكبر ثم يمنحونه أصواتهم لأنهم ليس لديهم انتماء سياسي وليس لديهم خبرة سياسية كافية تجعلهم يكونون موقفا انتخابيا سياسيا واضحا أما فئة الشباب فهي 6 ملايين شاب يشكلون قرابة 9% من الناخبين الأتراك وهؤلاء ولدوا بعد فوز حزب العدالة والتنمية وأردوغان في عام 2002 ويبحثون دائما عن التغيير بحكم تكوينهم العمري يتجهون نحو التغيير والجديد ويعون أن أردوغان لم يعد مواتيا لسلوك العصر ولغة العصر ونجح كمالك الإجدار أغلو في التواصل معهم عبر التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي 20% من أولئك الشباب مع أردوغان وحزب العدالة 70% مع كمالك الإجدار أغلو وهناك 10 مترددون لم يحسموا أمرهم حتى الآن وبالتالي نستطيع أن نقسم ديموغرافيا الشعب التركي في الانتخابات إلى شرائح متنوعة وهذا يجعل مسألة الحسم أمر محير للغاية لا نستطيع أن نتنبأ من سيفوز في هذه الانتخابات أو أن تكون هناك جولة ثانية وإن كان انسحاب محرم إنجا من السباق الانتخابي قبل 72 ساعة من إجراء الانتخابات قد ضع عفا وقلل من فرص أن تكون هناك جولة ثانية في الانتخابات لأن أصوات محرم إنجا والتي كانت تتراوح ما بين 4 أو 3 أو 4% من أصوات الناخبين سوف يذهب معظمها إلى كمالك الإشتار أغلو على اعتبار أن محرم إنجا كان محسوبا على حزب الشعب الجمهوري قبل أن ينفصل ويشكل حزب البلد كما أنه كان معارضا لأردوغان أيضا بينما 20% من أصواته قد تصل إلى أردوغان ويستفيد منها أردوغان ما يعني أنه يمكن حسم الانتخابات من الجولة الأولى وتعلن النتائج منتصف هذه الليلة ويتحدد من الفائز ما يعني أن السيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات وإن كان أردوغان يظل صاحب الفرصة الأكبر لأنه أولا موجود في السلطة ويتحكم في الإعلام والقضاء والدعاية والإشراف على الانتخابات ثانيا أن حزب العدالة والتنمية له رجاله في البيروقراطية وفي مؤسسات الدولة التركية ثالثا أن أردوغان كان له إنجازات سبقا وفي مؤسسات الحل يعني دكتور بشير سنتابع وإياك مزيد من التفاصيل والتحليل للمشهد التركي أشكرك شكرا جزيلا